الجلد هو أكبر عضو في جسم الإنسان لأنه بيكون محيط بالجسم كله وجميع الأطراف من الخارج بيتكون الجلد بشكل أساسي من طباطين بالإضافة لطبعة دهنية تالتة بتكون موجودة أسفل الجلد والطبعة دي اسمع سابكوتينيوس ليير يعني الطبعة اللي تحت الجلد والطبعة دي بتوصل ما بين الجلد وباقي الجسم كله بالإضافة إلى أنها بتعمل كعازل للحرارة الطباطين الرئيسيتين اللي بتكون منهم الجلد هما الطبعة اللي ناحية الخارج اسمع البشرة أو إيبي ديرمس والطبعة اللي تحتها اسمع الأدمة أو ديرمس بشرة الجلد بتتكون من طباطين من نسيق طلاقي الطبعة الخارجية ناحية الخارج اسمع الطبعة السطحية والطبعة اللي تحتها اسمع الطبعة الداخلية الطبعة الخارجية للبشرة بتتميز بأنها غير حية أمال بتنشأ وبتتكون إزاي؟ بتتكون الطبعة الخارجية للبشرة نتيجة انقصام خلايا الطبعة الداخلية اللي بتنتقل بعد كده للسطح وتموت يعني كده خلايا الطبعة السطحية للبشرة هي خلايا ميتة بتتعرض دايما للاحتكاك وبتم تعودها وتجددها دايما باستمرار من خلايا الطبعة الداخلية للبشرة اللي بتنقصم بسرعة وتهاجر للسطح الطبعة السطحية للبشرة بتكون مليانة بمادة صلبة كرانية اسمها الكيراتين دورها انها بتعمل على حماية الجلد من جزو المايكروبات وبالتالي بنستنتج ان الجلد ليه دور دفاعي لان الجلد اصلا هو خط دفاعي الاول للجسم وده بسبب ان الطبعة السطحية للبشرة بتحتوي على مادة الكراتين اللي بتحمي الجسم من جزو اي مايكروب نيجي بعد كده للطبعة الداخلية للبشرة واللي بتتميز بان خلاياها بتكون حية وسريعة الانقصام علشان تقدر تعوض الطبعة السطحية باستمرار يعني لو فيه ضغط ما بين طبعتاي بشرة الجلد اتجاه الضغط ده بيكون من الداخل للخارج لان طبعا خلايا الطبعة الداخلية بتنقسم وبتهاجر ناحية الخارج وبالتالي بتسبب ضغط ناحية الخارج كمان الطبعة الداخلية للجلد بتحتوي على خلايا صبغية بتفرص صبغة الميلانين اللي بتدي للجلد لونه المميز وده سبب اختلاف لون بشرة الجلد ما بين البشرة لان الخلايا الصبغية الموجودة في بشرة الجلد بتفرص الميلانين بكميات غير متساوية ما بين الاشخاص على سبيل المثال لو بيتفرص كميات قليلة يبقى الشخص ده لون بشرته بيضة ولو بيتفرص كميات متوسطة يبقى الشخص ده امحي ولو بيتفرص كميات كبيرة هيكون الشخص ده اصمر انما لو الخلايا الصبغية دي مش بتفرص ميلانين خالص الشخص ده يبقى امحك او ما يسمى البامينو وده الاشخاص اللي بتتميز بان لون شعرهم بيكون ابيض وانهم برضو بتكون فتحة لان صبغة الميلانين بتكون لون العين والاشخاص دي مش بتقدر ان هي تتحمل ضوء الشمس الخلايا الصبغية دي بتتأثر بدرجة الحرارة فبتلاحظ ان المناطق اللي حرتها اعلى الاشخاص فيها بيكون لونهم اغمى بسبب زيادة افراز الخلايا الصبغية لحبيبات الميلانين والعكس طبعا بيكون صحيح في المناطق البردة بتقل افراز حبيبات الميلانين نيجي بعد كده للطبقة التانية للجلد وهي الادمة او ما تسمى ديرمس الادمة بتتكون من نسيج ضم وبتحتوي على غدد عرقية وغدد دهنية وبصيلات الشعر وعنلات الشعر وانهيات عصبية حسية بالاضافة الوعية دموية اول حاجة وهي الغدد العرقية الغدد العرقية هي الوحدة الوظيفية المسؤولة عن عملية الاخراج في الجلد لان دور الغدد العرقية هو استخلاص العرق من الدم وبعد كده بيتبخر على سطح الجلد علشان يقلل من درجة حرارة الجسم العرق ده بيكون عبارة عن ماء واملاح ونسبة صغيرة من الفضلات النيتروجينية والغدد العرقية بتكون عبارة عن أنبوبة ملفوفة على نفسها وده علشان تزود من مساحة سطح امتصاص العرق وبتفتح عند سطح الجلد في فتحات اسمها مسام العرق وبيوصل ما بين الغدد العرقية ومسام العرق قناة اسمها القناة العرقية يعني كده الغدد العرقية بتكون ممتدة إلى طبقة البشرة طبعا الغدد العرقية بتتأثر بدرجة الحرارة فبيزيد نشاط الغدد العرقية مع ارتفاع درجة الحرارة علشان يقلل من درجة حرارة الجسم وبالتالي بيزيد معدل العرق بسبب زيادة نشاط الغدد العرقية وبرضه كمان بسبب اتساع الشعيرات الدموية المحيطة بالغدد العرقية وكمان بيزيد معدل العرق أثناء ممارسة العنشطة الرياضية بسبب طبعا سرعة وصول الدم من الغدد العرقية وكمان بسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم وبيقل معدل العرق مع انخفاض درجة الحرارة بسبب قلة الدم اللي بيوصل من الغدد العرقية لأن الشعيرات الدموية بيحصلها انكماش مع انخفاض درجة الحرارة بس ده مش معناه ان معدل العرب يتوقف مع برودة الجو لا خالص هو بيستمر ولكن بيكون بنسبة قليلة برضو من ضمن التركيب اللي بتتواجد في قدمة الجلد هو الشعر لو مساكنا كده شعره وبصيني عليها نلاحظ انها بتتكون من بصيلة وبتكون امتدى لخارج الجسم يعني برضو بتمتد الى بشرة الجلد وبيكون متصل بيها عضلة ضامرة والعضلة دي بتكون صغيرة ولا ايراضية بتحرك الشعر فبنلاحظ مثلا في حالات الخوف او البرودة الشديدة بيحصل انكباض للعضلة المتصلة بالشعر فبنلاحظ في الحالة دي كده ان شعر الجسم بيكون واقف ومع زوال سبب انكباض العضلات بتنبسط وبيرجع الشعر لطبيعته وبرضو بيكون في حوالين الشعر قبل خروجه من الجلد غدة دهنية دورها انها بتفرز مادة دهنية علشان تسهل مخروج الشعر وتكسبها اليونة وتمنع اعطاء الصفها واخر حاجة بصيلة الشعر بتكون محاطة بشعيرات دموية كتيرة كمان قدمة الجلد بتحتوي على نهايات عصبية حسية بتستجيب للضغط واللمس والقلم ودرجة الحرارة فبتبعت اشارات حسية للحبل الشوكي اللي بينقلها بعد كده للمغ وبالتالي كده احنا بنستنتج ان الجلد هو عضو اخراج وعدو مناعي وعدو احساس الجلد عضو اخراج لانه بيحتوي على غدة عرقية بتستخلص العرق من الدم وتخرجه الى خارج الجسم وعدو مناعي لانه خط الدفاع الاول علشان بيحتوي على طبيعة الكراتين اللي بتحمي الجسم من غزو المايكروباد وعدو احساس لانه بيحتوي على نهايات عصبية حسية بتستجيب للضغط والقلم ودرجة الحرارة وبتنقلها للمغ وبعد كده المغ بيبدأ انه يدي اشارات حرقية استجاباتها للنشارات الحسية اللي اتنقلت له من النهايات العصبية الموجودة في الجلد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة